وردا على واحدة من أكثر الهجمات دموية تعهد الكريملين بعدم التهون مع ما جرى أبدا فبدرت القوات الروسية بنشر طائرات بدون طيار متفجرة في محيط المنطقة المستهدفة وأصابت نقاط انتشار مؤقت لوحدات ما تسميه موسكو بالفيلق الأجنبي في الدونيسك وأيضا في خاركوف ما خلف عشرات القتلى وفقا لوزارة الدفاع الروسية المصدر هو نفسه أكد أن الطائرات الروسية أصابت نحو 70 وحدة متفعية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في أكثر من 90 منطقة من أوكرانيا بالإضافة أيضا إلى تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودع للوقود تابع للقوات الأوكرانية ولم تكتفي موسكو بهذا الرد ففيما يبدو تغييرا في استراتيجيته أعلن الجيش الروسي البدء بزج الطيران الاستراتيجي بعيد المدى في منطقة العملية العسكرية الخاصة وهو ما يعني بحسب المراقبين أن الجيش الروسي يتوجه نحو توسيع حجم الهجوم ونوعية هذا الهجوم على الأهداف الأوكرانية طبعا خلال المرحلة المقبلة خاصة وأن الضربة الأوكرانية نفذت باستخدام سلاح دقيق قدمته واشنطن لكياذ ما يفتح باب الاحتمالات أمام رد روسي من نوع آخر فالجيش الروسي وضع خطة عسكرية خاصة أعلنها قائد الطيران بعد بعيد المدى في القوات الجوية الروسية موضحا أن عمليات تدريب الطيرين حاليا يتجه إلى تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الألية